سوق الغزل وسط بغداد الذي ينبض بالحياة والتاريخ مهدد بالإزالة بداع الاستثمار أهالي المحال في حيرة من أمرهم فمنذ عشرات السنين يعملون هنا نحن أصحاب المحالات أكثر من 30 سنة صار أننا هنا هذا العقد ما لدنا ذلك يجبوننا كتاب ما لإخلاء هذا الكتاب صادر من الأوقاف هناك كتاب يصدر من الأوقاف في شيء لا يختم ولا يمزور هذا يعتبر وإحنا صار أننا أكثر من 30 سنة هنا هذه المحلات هذه المحلات كلها تراث وحتى بالأمانة كاتبين تراث شون يصير يطولون الاستثمار اليوم هذا سوق الغزل طلع مهدد مهدد من قبل الميليشيات يريدين يستثمروه ويسعوه قراجات أو عماير بسوق الغزل وإحنا ملتزمين بالأجارات لأمانة بغداد وللوقف أصوات أصحاب المحال والمواطنين هنا تطالب السلطات بضرورة إعادة النظر في مستقبل هذا السوق الذي يعد جزءا لا يتجزأ من جمال العاصمة صالي 40 سنة المحل مع الوالدي وعايشين علي 27 نفر ده تختهين مني شون بنعمي يقول لشين من هذا المحل دير دونسون محلات مع الكوزماتيك أين صايرة وأين دائرة وأيبونا تحتية جوة وسوق تراثي وسوق أثري هذا يعوان نروح إحنا صاحبين جاءال كوم عوالي عايشين بي إحنا وين نروح؟ هذا رزقنا عليه ما نقدر يعني يجيك يعني البارحة يجيك يأخذ يقول لك ما أخذاني مستثمر ويقول لك شي التكوان اللي طالعونا وين نروح خمس عوائل بين نروح؟ لا يعتبر الغزل مجرد سوق ومكان رزق لعدد غير قليل من المواطنين بل هو مدينة وذاكرة تاريخية بدأ قبل أكثر من قرنين كسوق لبيع الصوف والغزل وانتهى به المطاف لبيع وشراء الحيوانات ورغم المفخخات التي استهدفتها خلال سنوات مضت يكاد يكون أكبر ملتقى للبغداديين يعيدون فيه سرد حكاياتهم صباح كل جمعة من بغداد علي عبد الكريم